انا شعوري الحقيقة لا يوصف يعني لا يوصف من الحزن ويمكن أعلنت ده أكتر مرة ولكن بقى عندي دلوقتي مزيد من التفاؤل فإن احنا يمكن بمساعدة العديد من الدول والعديد من المبادرات المحلية والدولية ان احنا نعيد هذه المجموعة مرة أخرى يمكن انا كنت موجود يوم السبت يوم الحريق بتاع المجمع وعدنا الليلة اكملها بننقل مع شباب الثورة ومع ناس من الجيش ومع العاملين في وزارة الثقافة في أمن وزارة الثقافة وفي أمن دار الكتب وبعض الاخوة المتطوعين من السيدة زينب وغيرها وقدرنا خلال ليلتين ان احنا ننقل حوالي 40 إلى 50 ألف مجلد مما احترق داخل المجمع المجمع وفق قعدة البيانات اللي قمت بتفرغها مع مجموعة العاملين في الهيئة بتحتوي على 41 171 عنوان كتاب ودورية هذه المجموعة بتقع في 192 ألف مجلد وفقا لما صرح به المسؤولين عن المجمع يمكن اللي كويس من هذه المجموعة اللي انقذناها حوالي من 7000 إلى 10000 كتاب في حالة جيدة ومجلد لكن الباقي الحقيقة حوالي 70% تقريبا في حالة متوسطة وحالة سيئة سيحتاج الأمر مننا إلى العمل لمدة عدة أشهر حتى ننتهي من استبدال أو إحلال مجموعة من المجلدات مكان المجلدات المحترقة تماما بجانب عملية ترميم لكن عملية ترميم قد تستغرق سنوات يعني مش بنتكلم في سنة أو اثنين أو ثلاثة والمكتبة الوطنية در الكتب يعني متحملة هذا الأمر حتى الآن ومن المؤكد أن المساعدات اللي هتجينا بهذا الشأن المتعلقة بتوفير محل الكيميائية وبعض الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالترميم وبعض الأدوات زي ما كانت التصوير السكانينج اللي هي الدجتال العملاقة علشان نقدر برضو نصور الحاجات دي ونعيد ترميمها بجانب مجموعة كبيرة جدا من أجهزة الكمبيوتر أعتقد أنه ممكن أنه نقدر إن شاء الله عقب المبنى ما ينتهي تماما أعتقد أنه نقدر نرجع جزء من هذه المجموعة هناك نحن عندنا في دار الكتب حوالي 100 مرمم دولي مش بس محلي يعني بيطلعوا برا وبيشاركوا في عمليات ترميم كتيرة وعندنا حوالي 20 متطوع أجنبي بجانب أننا استقبلت مجموعة من المتطوعين من مصر يعني من أسوان لحد هنا ومن طنطة ومن برسعيد ومن السويس ومن الأسكندرية من مكتبة الأسكندرية عندهم استعداد يشاركوا في هذه المسألة على حسابهم الخاص يعني احترق المجمع العلمي الذي يحتوي على ذاكرة مصر وتم نقل الكتب التي تم إنقاذها إلى دار الكتب المصرية للمحافظة عليها وإعادة ترميمها حيث تمثل دار الكتب أحد الأماكن الهمة التي تحتوي على كنوز من كتب التراث المصري القزين